فده أول جزء في البنية الأساسية الجزء الثاني زي ما بنعمل فيه طبعاً الصوامة هتحافظ لنا على الأمح وهتقلل الفاقد عشان بس أقول الفاقد والفاقد لما أنا كاتبه 10% بتقدير كل المؤسسات زي ما شفنا في الصورة في الشونة المفتوحة وفي آخر الموسم الأشوالة كلها بتبقى تقطعت والأمح نزل على الأرض مش أقل من 15% لـ 20% إنما لو خدنا العشرة في المية في استهلاك نحن كوزارة التموين بعشرة مليون طن يعني إحنا بنتكلم في مليون طن توفير سنة مليون طن السنة دي هو عبارة عن عشرة مليار جنيه الطن بعشرة تلاف جنيه اشتريناها بألف وخمسمائة جنيه الأردب مضروبة في كده تطلع تسعة تلاف تسعمائة وتسعين تطلع عشرة تلاف جنيه العشرة تلاف جنيه في مليون طن يبقى عشرة مليار يعني اللي بنوفره في سنة قد كافة الاستثمارات حتى هذه اللحظة فيه الثلاثة ونص مليون ساعة تخزينية صوامع تكلفه سبعة مليار جنيه حتى نعلم ما معنى المشروعات القومية والأمور الاستراتيجية التي تبنى اليوم حتى توفر لنا كثير من الهادر اللي كان بضيع وما كناش بنتحسب عليه وكان ده لو بصنا في المقل في المواصلات في القهربة زي ما اسمعنا رفع كفاءة الشبكة في المية زي ما هنشوف رفع كفاءة المسائي والفاقد لو فكرنا بس قيمة الفاقد الذي كان يحدث في المنظومات التي لدينا سنحيي تحية إجلال وتقدير لكل هذه المشروعات التي تبني الحاضر حتى يستمر المستقبل في وقت أفضل بالنسبة لنفس الموضوع بالنسبة للسلع التامونية مصر لا توجد فيها مستودعات ومخازن ويجب أن نعترف بذلك استراتيجية تستطيع أن تحافظ على السلع بالجودة المطلوبة كما هي إحنا عندنا مخازن زي زمان أربع حطان وقد تكون الحطان مرشحة وقد تكون غير جيدة وقد تكون كذا وده بنسميه مخزن لم تعد المخازن للسلع الغذائية كذلك المخازن المهاردة زي ما شفنا وأنا بفتتح بعض المناطق اللوجستية معنى المخزن بتجد أنه هو مصنع حقيقي بأرفف بكمبيوتر بالنظام معلومات متكامل بأكواد للسلعة الرف معروف بالكود السلعة معروفة بالكمية وبالكود كل شيء ميكن ومحترم ومنضبط وبالتالي تم عمل في خطار الخطة الاستراتيجية لدعم التجارة الداخلية والبنية الأساسية لها أنه مصر محتاجة لسبع مستودعات أو مخازن استراتيجية على أرضها إحنا بدنا بأربعة في السويس والسويس ده هيخدم خط القناة ثم في الشرقية عشان يخدم الشرقية والجزء الشرقي من الدلتة ثم في الأقصر عشان يخدم أهلنا في جنوب الصعيد ثم في الفيوم عشان يخدم شمال الصعيد وجزء من الجيزة ولكن لدينا كذلك تلت مواقع سيتم ترحاها في العام القاد هذه المخازن الاستراتيجية إحنا بنشتغل بتلاتة مليار جنيه شهر في سلع تموني الدعم في السلع التموني 36 مليار في السن على 12 بتلاتة مليار في الشهر لما حسبنا تكلفة هذه المخازن وهتأثر عليه طلعت 3 من 10 من 100 من قيمة السلع تلاتة